تتواصل الدراسات لمكافحة فيروس كورونا يوما بعد يوم بما يحمله ذلك من تجارب خطرة وانقسامات وفي بعض الأحيان من اكتشافات غير متوقعة ستؤدي في النهاية إلى شيء ما نجاح دواء فافي بيرافير في علاج الفيروس في الصين دفع روسيا إلى إدخال الدفعة التجربية منه إلى سوقها في الأسبوع المقبل وإنتاج نحو 600 ألف علبة منه وإلى وضع خطط لضخ صندوق الاستثمارات المباشرة استثمارات إضافية في جهود مكافحة فيروس كورونا بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي والمعدات الطبية الأخرى وفي أستراليا أكد الباحثون أن عقارا يستخدم منذ ثمانينيات القرن الماضي لعلاج الطفيلية قادر على القضاء على فيروس كورونا خلال 48 ساعة فقط وأن تناول جرعة واحدة منه يكفي لمنع الفيروس من مضاعفة نشاط خلاياه خلال 24 ساعة وشدد الباحثون على ضرورة إجراء التجارب على أشخاص يحصلون على الجرعة المثلى منه لتأكيد فعاليته ابتكار مذهل قد يلعب دورا كبيرا في هزيمة فيروس كورونا على نطاق عالمي عبر استخدام برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بسرعة أكبر بنتيجة مرضى الفيروس من خلال دراسة الأشعات السينية على صدورهم ووفقا للباحثين في شركة زيجامي لا تقتصر إمكانية البرنامج الجديد على المساعدة في اكتشاف وتحديد الحالات بسهولة أكبر من حالات الرئة الأخرى بل يمكنه أن يساعد أيضا في توقع النتائج المحتملة للمرضى فيروس كورونا بحسب إدارة شركة زيجامي يمثل تحديا كبيرا ويجب أن تلعب التكنولوجيا دورا رئيسيا في هزيمته